اكد فهد المطوع رئيس نادي الرائد انه سيتقدم باستئناف على قرار رفض احتجاجه ضد مشاركة المغربي عبدالرزاق حمد الله لاعب الاتحاد في مباراة الفريقين بالجولة الثالثة من بطولة دور روش السعودي وقال المطوع في تصريحاته عبر قناة اس اس سي سبورت الرياضية سوف نستأنف في قضية مشاركة عبدالرزاق حمد الله واذا لم يقبل الاستئناف سوف نستأنف ايضا وحول مستوى الرائد هذا الموسم قال ماريوس سموديكا مدرب معروف والفريق صار يتطور من مباراة لاخرى واللاعبون متقبلون جميع الخطط التكتيكية التي يطبقها المدرب وقررت لجنة الانضباط قبول احتجاج نادي الرائد على مشاركة حمد الله شكلا ورفضته موضوعا في قرار قابل للاستئناف وفاز فريق الاتحاد على مضيفه الرائد بهدف دون مقابل سجله المدافع المصري احمد حجازي متابعنا الاتحاد لا تنسى دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو وتفعيل جرس لشعارات ليصل كل جديد